السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وازايكو حبيب قلب يعملين ايه يا رب تكونوا بخير النهاردة معينا وصفة جديدة وهي بودرة استحلب عمايل بودرة استحلب طبعا كلنا عارفين ان دلوقتي الجو برضا يبرد طبعا معينا وازاي ان احنا نعمل لولادنا اي حاجة او مشروب يدفيهم مشروب لذيذ وسهل جدا عمايله في البيت طبعا احنا عارفين ان استحلب بنشتري الكيز الصغير بيبقى معظمه ونشا وبيبقى طعمه مش حلو وغالي انا هوريك يا سبت كل ازاي تعمليه بطريقة سهلة جدا جدا وبسيطة بس ما تنسينيش في اللايك والشير وتفعيل زر الجرس عشان يصير الكل جديد معينا كوباية نشا كوباية جوست الهندي يكون ناعم كوباية سكر بودر كوباية دي الرز كوباية لبن بودر وكوباية سمسم صغيرة ومعينا طبعا الفانيليا بتاعتنا ومعينا اي مكسرات موجودة عندك انا كان موجودة عندي شوية مكسرات في الفريزر ومع فول سوداني ده طبعا للتزيين والكلام ده كل بعد كده هنبدأ اول حاجة معنا السكر البودر لازم ان احنا ننخله عشان نشوف لو فيه اي تكتلات زي اللي احنا شايفنا دي ماينفعش طبعا ايه مايرطبش مننا ومايعملش رطوبة لازم ان احنا ننخله كويس وبعد كده دقيه الرز طبعا دوت انا لو عايزك جيبيه من السوبر ماركت مفيش مشكلة لو عايزك توفاره بتعمليه في البيت انا اغسل كباية رز وقمنا الشفاء كويس جدا جدا وضربها في المطحنة طبعا ده دلوقتي الخشن ده مش هناخده بعد كده هننزل باللبن البودر بتاعنا ويدوت جسط الهند جسط الهند طبعا لازم يكون ناعم ويه النشا طبعا ويه ده السمسم السمسم على حسب عايزة نص الكباية عايزة كباية على حسب ما انت بتحب المقدار بتاعه ايه وبعد كده هنحط كسين الفانيليا الفانيليا بتدي طعم حلوة قوي وريحة جميلة جدا للسحلب بتاعنا بعد كده هننزل بيه شوية المكسط حراط بتاعتنا وهنقلب كويس جدا معاينا طبعا هنا برطمان ازاز غسلينه بمية سخنة معقمينه كويس جدا ويه منشفينه كويس جدا جدا هنبدأ نحفظ فيه بودرة السحلب بتاعتنا حبيبة قلب لو وصلت معايا لهنا ياريت تفرحيني بتعليق وتقوليلي لو وصفاتي كانت بتعجبك متنسينيش الكومنت واللاقي الجميلة بعد كده طبعا هنا بسم الله ما شاء الله ده بالزبط حوالي برطمان 750 جرام والباقي البلالبه دي بتاعتنا بتشيح حوالي كيلو فماشاء الله يعني عاملة كمية محترمة جدا جدا تقعد معاك فترة مناسبة جدا في الشتاء تعمليها لأولادك تفرحيها بيهم طبعا احنا عارفين يومين دول يومين امتحانات تدفي تدفيهم بكوباية السحلة بعد كده عندنا المقدار ادي كوباية اللبن احنا بس هنوريكوا بتعمل ازاي المقدار بتاعته يا حبيبة قلبي الكوباية كوباية اللبن عليها معلقة ونص من بودرة السحلة دي كوباية اللبن هنحط عليهم تلات معالي يبقى كوباية عليها معلقة ونص بعد كده هنفضل طبعا نقلب لازم يدينا تكون فيها عشان طبعا احنا عارفين ان هو في نشا ما يكالك عش مننا لغاية ما نوصل للقوامي الجميل اللي احنا عايزينه عايزينه تقيل بنخليه شوية على البتجاز عايزينه وسط يعني انت تتحكيني في التقل بتاعه دوت دلوقتي انا بزبط السكر بتاعه يعني عشان اولادي بيحبه مسكر شوية تمام حطيت معلقة السكر تاني وهنبدأ برضو ادينا في يا حبيبة قلبي عشان ما يكالكعش منك ان شاء الله يا حبيبة قلبي تعتمد الطريقة دي في السحلب مش تشتري من بره تاني ويتعمل للاولادك بسم الله ما شاء الله السحلب في منتهى الجميل وكتريحته يعني صدقيني احسن من اللي كنت بجيبه من بره انا اول مرة عمله في البيت بس بصراحة انا انبهرت من النتيجة نتيجة مبتازة جدا 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 وبالفة هنا وشيفة وربنا هيحسن ما بين ايدنا واداكو ويا ربي كتل